اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان في ليلة رمضانية اهلاوية حمرة تحياتي ليكو وكل زنة وانتو طيبين ويلا بين الاهلي هزم النهاردة غرور الهلال السوداني بالتلاتة ده غير الكرباء بتاع الفولت العالي كان ملاسوع كرباج ايه يا ده اني مشتاه ده انت اللي عايزدك تلاتين كرباج على دماغها ده هو استلامها بمعلامة وين رزعها في البعيدة اللي قولي يا كوتش اتفرجت عن ماتش فين جابوا لك تلفزيون تحت السلم اللي عملت ايه انت عارف يا ده انت لو ما تلمتش هنفخك زي مشحات نفخ الهلال السوداني انا باولك اوه بس على فكرة يا كوتش كولر عدل في التشكيلة اللي انت كنت اعمله محمد الله ربنا سطرها وعدت على خير بس في حاجة انا كنت اايل اني حط اربعة وراء قدام الشنام علي معدول ومحمد عب منهم وياسر ابراهيم ومحمد هان رح شايل لياسر ابراهيم وحاطت الود ربيع انا مقلق من ربيع ده بصراحة فترة الاخيرة كده مش اللي هو وكمان جي في وسط الملعب وراح شايل كتايل ثلاثة السولية وديانج ومراوان عطيل رح شايل ديانج وحاطت السولية وحاطت مراوان عطيل وحاطت معاهم قفش قدامهم برضو لقى اثنين ارتجاز كالعاب معان اوه خلاهم ثلاثة فوسط الماتش بس الفترة سيارة وولي قدام هتلاقي حسين الشحاد وكهرباء قدام ومعان برسة اوه رح شايل لحسين الشحاد وحاطت لعاب قادر وجبر ستاو على اليمين وخلى عاب قادر على الشماء ثم انا قلت يا جدعان قلت دي ماشي عشان معزور فيها علشان حتة بتاعت حسين الشحاد مكانش موجود في التمرين كتير وحصلت حالة الوفاء اللي عندها بس هيا من واقع خبرتي انا بكل دي عقل يا جدعان لازم تستفيد منه مش عارف اجابت من غير دماغك دي كنا عملنا ايه كنا فتحنا مصمت ولا لو ما تلميتش يد هنعرف عصك زي ما نقل فعص الهلال السودان يا الله سلام يا رجال وتنسوناش حبايبي باللايكات والاشتراك في القناة لليتكو جميلة اشتركوا في القناة